عرب رئيس وعضاء السينودس الكلداني عن قلقهم العميق إزاء التحولات الدولية والصراعات والحروب التي تشهدها المنطقة العربية وبخاصة الأراضي المقدسة حيث شجب الأباء الأساقف خلال اجتماعهم في الصرح البطرياركي في بغداد العنفة بجميع أشكاله دعينا المجتمع الدولي إلى حماية السلام واتخاذ الإجراء المناسب من أجل الإنهاء الفوري للحرب في غزة وفيما يتعلق بالمسيحيين في بلدان المنطقة جدد الأساقفة في بيان صادر الدعوة لاتخاذ خطوات عملية شجاعة لتثبيت المسيحيين في أرضهم وهويتهم وتعزيز دورها